لا راحة في العراق ولو كنت تسكن في خيم عبارة باتت تدل على حجم الأزمات التي تلاحق العراقيين مع موجة الحرائق التي تستهدف حاليا مخيمات النازحين وتهدد سلامتهم ويؤكد النازحون أن الحرائق تشكل عمل رعب وقلق لآلاف العائلات المهددة بالعيش في العراء في ظل سلسلة الحرائق التي نشبت في الفترة الأخيرة وتشير مصادر سياسية إلى أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها مخيمات في شمال العراق يبدو أنها مفتعلة للضغط بشكل أكبر على النازحين للعودة إلى مناطقهم غير المؤهلة من جهتها تؤكد منظمة حقوقية أن النازحين في العراق لا يرفضون العودة بالمطلق بل يرفضون استمرار دمار منازلهم ومناطقهم وغياب الخدمات الرئيسية رغم مرور كل تلك السنوات على نهاية المعارك وعدم إيفاء الحكومة ليعودها بالإعمار أكثر من ثماني سنوات قضاها النازحون في هذه الخيام المهترئة التي تشكل بحسب الناشطين مادة سريعة الاشتعال في ظل غياب أدوات السلامة بالمخيمات على الصعيد الرسمي تحول ملف النازحين في العراق إلى ورقة سياسية بيد الأحزاب إضافة إلى تكريس تمثيل جديد للواقع الديمغرافي الطارئ نتيجة المعارك وقرار الميليشيات الموارية لإيران بمنع عودة أهالي مناطق بعينها حيث تحولت مناطق كجرف الصخر مثلا إلى معسكرات ومخازن سلاح لتلك الميليشيات ويبقى دور الأمم المتحدة ومنظماتها الحاضر الغائب في العراق حيث يشكو النازحون من ضعف بالمساعدات وغياب الدعم للعودة والاستقرار في وقت تواصل الحكومة حملتها لإغلاق مزيد من المخيمات دون إيجاد الحلول اللازمة للعودة شكرا